ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدين مكملين معاكم مع الفقرة الدينية واللي هنتكلم فيها عن حق اليتيم وتكافل المجتمع الحقيقة اليتامة في قلب كل مجتمع ونقطة مضيئة بالحسنات الحقيقة مهم جدا أن المجتمع يحاول أن يدمج اليتيم في كل مؤسساته وأن يكون شيء مؤثر الحقيقة أجر اليتيم وكافل اليتيم أجر رفيع المستوى أجر عالي وكما قال رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وأشار بإصبعاه السبابة والوسطى الحقيقة هنتكلم كثير عن كفالة اليتيم وعن حق اليتيم ودمجه في المجتمع سيكون معنا لإلقاء الضوء على هذا الموضوع فضيلة الشيخ خالد محمود حماية إمام وخطيب مسجد السلطان حسن سلام عليكم فضيلة الشيخ وموضوع غاية في الأهمية الحقيقة في البداية نتكلم مع فضلتك من الذي يطلق عليه اليتيم ولماذا اختصوا الإسلام بمكانة ومنزلة خاصة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ورسول الله وآله وصحبه ومن التبعه النهاردة يوم جميل اسمه يوم اليتيم فرصة لفتح هذا الموضوع المهم الموضوع الشديد الحساسية اللي يبين مدى إنسانية أي مجتمع ومدى تماسكه ومدى تحضره بالمعنى الذي نعرفه نحن اليتيم يا جماعة هو الطفل اللي هو لسه ما بلغش يعني يقوله لا يتمى بعد حلم يعني لازم يكون لم يبلغ وفقد أباه اسمه يتيم طب اللي فقد والدته يبقى اسمه فطيم طب اللي فقد الاتنين ربنا عافينا وياكم يا رب اسمه لطيم عن عدة تاني اليتيم هو الذي فقد الأب وكل ده نتكلم على سن ما دون البلوغ ما دون البلوغ بلسه قاصر قاصر بس بالمعنى الشرعي مش بالمعنى القانوني مش بقى واحد رمى طفلة من فوق بعدين لك ده طفل ده مش طفل الحاجة ده ده يعني ده ده وهكذا فهنا نتكلم بالطفل الذي لما يبلغ الحلم هذا الطفل إذا فقد أباه يسمى يتيما إذا فقد أمه يسمى فطيما فطيما إذا فقد الاثنان معا يسمى لطيما واسم اليتم بيشمل ده كل يعني مفهوم اليتم بيشمل ده كله بس لما نجي نفصلها بنقول إن ده اسمه يتيم وفطيم ولطيم ولكن في النهاية معنى اليتم القسم المشترك الأكبر بيشمل الكل بالضبط ده بالنسبة لتعريف معنى اليتم النهاردة إحنا أمام بضعة بضعة دي اسمح لي في التعبير قد يكون صادم شوائد اللي هي يوم اليتين بضعة من أمر مبتدع أمر جديد مستحدث عملناه بمعنى اللغوي مش بمعنى الشرعي إنها حاجة سيئة فهذه البضعة الجديدة لها إيجابيات جميلة جدا ولها سلبيات في نفس الوقت تقصد بدون قد تكلام حضرتك إن لابد الاهتمام باليتيم يوميا وكل يوم وعلى مدار السنة أهو ده أحد المعاني إن أنا لما في هذا اليوم طب خلينا أول نجيب الإيجابيات بالضبط عشان بس مناسبة تخضش يقول لك موضوع بدعة يعني نعمة البضعة كويسة بس نحن عاوزين نتلافى بعض العيوب اللي فيه جميل جدا نحن نخلي يوم لليتين يوم للمرأة يوم للأم يوم للأستاذ شيء جميل لا بأس في ذلك ولكن نتلافى في خصوص موضوع اليتين تحديدا نقول إيه يا جماعة في بعض الناس يبقى طول السنة مقصر في الموضوع ده ومقصر تقصير شديد جدا بل إنه بيرتكب كمان محرمات ومحضرات ويقع فيه يعني يندله جميل الحر حاجة حاجة ما تتقلش يعني وبعدين يجي في اليوم ده فيحس إن هو محتاجة يكفر عن سيئاته شوية يبقى راجل حلو كده فيروح رايح ويعط ويعط دمعتين ويا حبيبي يا بابا وكده وإيه وياخذر فحضنه بس طب إيه 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 إنا نعمله ده إحنا نعمل يوم لقاطع اليتيم مش نعمله اليتيم ده إحنا نعمل يوم بنأذي فيه شعور اليتيم نقوله الرجل اللي بيظلمك والرجل اللي بيطنشك والرجل اللي بيتعد على حقوقك هي في اليوم ده يزكي عليك النهار ده بس آه يوم كده يقول لك أيها اليتيم خد ورمي لك كده حاجة كده هو ويمشي ده إحنا كده بنعمل مش عملية إدماج لليتيم في المجتمع ده إحنا بنعمل عملية أن احنا بحط اليتيم ده في جيته برواز بنركز ونقوله آه آه برواز بتعبير أوضح يعني لما أنا أعمل له فصل سلبي كده هو وعزل سلبي يطلع يقول آه ما أنا اليتيم طب هم مؤثرين معايا ليه طب هم في اليوم ده بيتمنظروا ليه وبيقولي في اليوم ده بس ده هو رجل بيظلمني ده رجل ده ما بديش حقي ده النازم طنشاني ده أنا لا ألاقي حقي لا في التحريم ولا في الصحة ولا ولا الآخر ما ونالك ويبتدي يتراكم هذا في ذهنه لا إحنا عاوزين نخلي اليوم ده يوم لإعادة حساباتنا من جديد وبداية نعود لأ يعني الجماعات الخيرية والدولة والمجتمع المدني المنظمات المجتمع المدني كلها تقعد في اليوم ده وتعمل كشف حساب ماذا قدمنا في العام الماضي بالضبط مش يوم عارف عدك الأجواء الاحتفالية دائما أجواء قصرة بيتقال فيها كلام جميل حلو ومشاعر طيبة فعلا وكلنا بممكن في اليوم ده يشوف يتيم يروح درق يتام أو مالجأ أو كلام من ده ونجمع بعضينا كده في زيارة بسيطة وبنروح الشعور ده جميل أول ولكنه في نفس الوقت أؤكد أنه شعور إذا تركع فقط يأتي بنتاج سلبية إن اليتيم وبعدين أنت عاوز اليتيم ده تدمجه ولا عاوز تقول له أنت يتيم خلي بالك يقول أنت أنت يتيم ها أنت يتيم فأنت في اليوم ده بس هنعبرك ده هو هنجيلك بس أنت يتيم طب أخواننا طب ما حدش بيجينا الملجأ بتاعنا خلص ليه طب ما حدش بحد ما فتجد حتى واحد مرة سألني قال لي يا مولانا ده أنا روحت في يوم الإسانة اللي فاتت قال لي ده أنا روحت الملجأ الأتام لقيت شوية شياطيم قال لي لا ده 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 أشقية جدا وعملوا فيه حركات وقعدوا يش عارف إيه وبتاعهم قالت له العب فيك إنت يعني حواك مقصر ومش مقدي حق الناس ده عليك وجاي كمان تتهمهم هم ده إيه 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 جابارود ده يبقى إحنا لما وقيت نظر فيه منتهى الأهمية لما إحنا نجي لهم في يوم بس ده إحنا بنقول لهم إخواننا إحنا بنزكي عليكم وخلي بحضك ده إحنا بكده بنعمل اليوم نطيب إيه خواطرنا إحنا إن إحنا نقول لها لا نحن نشوحشين برضو إحنا مش قاطعين يتيم ده إحنا بروح نزل على دين وإحنا قاطعين يتيم إحنا كلنا كلنا مقصرين في حق اليتيم زي ما بيحصل إيه مثلا بنشوفها كتير قوي واحد تلاقيه في شغله ماشي شغل شمال خارج ومرتشي ومش عارفوا إيه وننموزك معروف إحنا عاشين في مجتمع واضح وبنشوف نمازج وبعدين أبو الصلاة يزبيب تصلة ده حصل مرة موقف عجيب إن جاء واحد بيقول لي أبو أبو لندا شغل في الحتة الفرنية وجاي يخذ مني ريشو والعياذ بالله قال لي في المسجد قال لي في رمضان قال لي في رمضان وبعد التراوح ويأخذ مني قال لي يا رائع لم أتكلم قال لي طب خذ الأغرب والأنكت وأعجب هيأخذ الفلوس دي وطلع سافر بي يا عمراء قلت إيه ده إيه الإنفصان في الشخصية ده نحن أمام جيزوفرينيا كاملا ليه لأن تحولت العبادة إلى عادة عنده عادة أن هو يطلع فرمضان يعمل عمره هو أن هو الشخص المش كويس الما بيرعيش ربنا في شغله لا هي وجهها اجتماعية ولزوم أن هو اسمه الحج فلان لازم يطلع عامل عمره طب أنت العمره طالع فيها بكسب حرام وطالع تعمل في العمر هي زي ما حضرتك قلت تحولت العبادة ليس أكثر ولكن خلينا نقل بسرعة كيف ضمن الإسلام حقوق اليتيم الإنسانية والمادية والسؤال ده مهم جدا إزاي ضمنها علشان ياخد كل الحقوق الخاصة به شوف يا سيدي هذا الكلام كله قائم على مبدأ مهم جدا اللي هو ما قطع البشر أحدا إلا وصلاه الله بمعنى أن أي إنسان يكون في حالة ضعف أو يكون في حالة عوز محتاج ولا يجد له نصيرا أو معينا أو عنده حاجة فقدها من أدواته تجد ربنا سبحانه وتعالى يعوضه ويؤكد على هذا أي إنسان في موقف ضعف أو في موقف عجز أو في موقف رعاية تجد الإسلام يؤكد على هذا المعنى بما لا يؤكد هو ليه حق الأم مذكور ثلاث أضعاف حق الرجل الأب مش أبي بيصرف لا وهي الأم غلبانة وممكن الأب لو ابنه زعله في حاجة يقوله طع بره يقوله مش أصرف عليك مش أجوزك عارف حدك إنما الأم طب مين هيقبل خطرها ومعيني مرضية الأم ممكن بكس نعناع كده حاجة بسيطة خالص بكلمة جميلة بابتسامة بتقبيل اليد حاجة كده بسيطة خالص بيقنعه بأقل حاجة طيب هذا لأن الأم هي الطرف الأضعف فمحتاجة إلى التأكيد من الله سبحانه وتعالى كذلك اليتيم كذلك المريض كذلك المسكين كذلك الأرملة التي هي بترعى اليتيم لذلك تجد النبي عليه الصلاة والسلام يقولك الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله كالمجاهد في سبيل الله ليه بقى؟ لأن الساعي ده ما بيروحش يوم وبيعطف لا ده هو ساعي كلمة حتى معانيها واضح يعني السمرارية يعني زي ما كان سيدنا أبو بكر وهو كان خليفة المسلمين كان نروح لستة عجوز امرأة عجوز كده هو في أطراف المدينة وكروح ينظف لها الأوضة بتاعتها وقول ليها عاوز حاجة ستي وش عارف إيه وعند تقول له أنا بأصل أبو بكر سيبني منه لله أبو بكر فأعوز ولها يعني أنا بس خلاص فمعلش حاجة معلش ويجي لها تاني وكذا وظل أرعاها إلى أن انتقل إلى جوار ربي قادي الساعي اللي هو بيسعى رايح جاي فين بقى الناس اللي بتسعى طول السنة على اليتيم وعلى الأرملة وتسد حاجاتهم متابع والحنية دون تربية إفساد طبعا لذلك صاحبنا اللي بيقول ليهم ما لهم كده وقولوا ما المشكلة في حضرتك أن أنت رايح ليوم بس بتقول له أنا بجي لك بهدية بزكي بيها عن عن تقصيري وبسيبك كده في حالك فأقول لك خلاص ما هو ده ما بيحبينيش وجاي بس للوجاهة الاجتماعية وجاي يعني في لحظة صفاء ونقاء لابد نحسن الظن برضو أكثرنا يذهب في هذا اليوم بنيت خير وإحنا عاوزين بس ناس ما تجيش في اليوم ده وبعدين تتتتتتت بزك فما قطع البشر أحدا إلا وصلاه الله فتجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أنا وكافر اليتيم في الجنة كهتين بيذل زي ده يعني يعني قريب أول من سيدنا رسول الله ومهذا المعنى حبك لسيدنا رسول الله ده ملازم لك دائما وأبدا والمسلم دائما وأبدا في شوق إلى اللقاء الحبيب فكل ما تذكر حاجة تقربوا من الحبيب يعطف على اليتيم من تزحم الرسول في دخول الجنة فاضلت الشيخ نعم فاديم من تزحم الرسول في دخول الجنة لا هذا الموضوع ورد فيه أكثر من أثر منه مثلا المرأة التي تسعى ورد فيه شأن الأرملة شيء من هذا ورد في شأنه يعني أكثر من الحديث لكن هو المشهور بالناس من الحديث الأرملة هذه هو لا معنى طبعا نعم إن دي امرأة يعني عاوزوا مع ذلك الحاجة قاعدت على أولادها بعد وفاة زوجيها يعني لا غير كده كمان دي امرأة عفيفة وجهدت في سبيل الله واستثمرت في أولادها من غير أن تطمع فيه في شيء النهاردة اللي بيتجاوز الزوج والزوج العلاقة بينهم سامية جدا وجميلة ولكن فيها جزء اللي هو القائم على من فيه منافع متبادلة لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول في العلاقة بين الزوجين وجعل بينكم مودة ورحمة ورحمة المودة التي تكون في بداية العمر أنا بعمل الذي يجب عليها فهي يجب عليها لو حد فينا قصر بنسمح بعضين بنتسامح عشان فيه فيه بنا حاجة بتجمعنا بنحب بعض كده طب الرحمة لما حد فينا أمرض حد فينا أضعف لحظات الضعف تأتي الرحمة وطالما نزلت الرحمة يبقى الخير كله موجود طبعا يبقى فضل ربنا موجود بلا عد ولا حد إذن ضمن الإسلام حق اليتيم ولكن دعنا نتحدث فضيلة الشيخ عن من يخالف أحكام الإسلام في حقوق اليتيم ده إنما يأكلون في بطونهم نارا يعني يا ساتر يا رب يعني يعني صعب صعب التعبير شديد أوي إن الذين يأكلون أموال اليتامة ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا ومشكلة بس وسيصلون سعيرا صحب يقال إن هو يشرب الشيء الساخن فتتقطع أمعاؤه فتلوى من الصراخ ألم ثم تعود الأمعاء أمرة أخرى ثم أرؤى وهكذا يعني عذاب فوق عذاب يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ده هو هيصلة نار سعير وهو في العذاب يتحرق بالنار وعياذ بالله بيعذب هذا العذاب الشديد كمان إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا فأموال اليتامة دي يعني أقول لحظاك الحاجة لما نزل قول الله سبحانه وتعالى إن الذين أكلون أموال اليتامة ظلما إنما أكون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ونزلت آيات أخرى في نفس هذا المعنى إن إياكم وأموال اليتامة حصل إيه إن الصحابة كل لك عنده يتيم بيكفلوا قال لك لا حض الله ليش دعوة خلي فليتامة تظلموا ما هو أنت الآن الماري اليتيم ده لو ترك حتى يتناقص ومع حتى في الاقتصاد باللغة الحديثة التي عيتنا النهاردة الجنيه مثال بسيط خلص الموضوع ده لما بنروح بنشتري كيس لب بجنيه هل نفس كيس اللب ده بجنيه هو كيس لب بجنيه من خمس سنين عمال ي صغير يصغير بعد أن قressل الرجل في جنيه ولك فيه مثال واضح ده اسمه التضخم القيمة الشرائية للعملة طب هو الرجل ده الطفل ده طب ان تساب 와서 الوديع في البن كمية ألف طب لو تسابت كده هو قيمتها العامة تتناقص ده صب Rot معدل التضخم تقريباً 12.5% تقريباً سنوياً أو 10 ألاف. فربنا قال لنا في أموال اليتامة نعمل إيه؟ لا تسيبهم تسيبهم إيه؟ المقصود بها عملية استثمار لأموال اليتامة؟ نعم فربنا قال لنا توضيح لهذا المعنى. قال لنا وابتلوا اليتامة. وابتلوا؟ وابتلوا اليتامة. اختبروهم يعني. حتى إذا بلغوا النكاحة فإن أنستم منهم رشداً. أول ما تعرفوا كده يشوفون كده بلغوا العدل وصلوا سن الرشد. فدفعوا إليهم أموالهم. ولا تأكلوها إصرافاً وبداراً. بداراً يعني ابتداراً لها أنك بتبتدر الفلوس شوية بشوية. طب هو الوقت عاوز مدرسة. هندخلوا مدرسة مش عارفت بها مصاريف 40 ألف جنيه في السنة. فهما تتلاقي الفلوس خلصه. مش عارفت أن إصرافاً وبداراً. أنك بتبتدر الفلوس شاياً فشاياً بتأخذها. أو الباول يعني أن يكبروا ولا تأكلوها إصرافاً وبداراً أن يكبروا. ومن كان غنياً فليستعفف. يعني ربنا أمرنا نشغلهم الفلوس دي. أيها. ونحطها لهم في المكان الأمثل وانتبعها. ومن كان غنياً فليستعفف ما أخدش منها بقم. ربنا أغناه ما أخدش منها. يحتسب هذا عند الله. ومن كان فقيراً. فليأكل المعروف. شرط. أجري المثل. أنا لو عندي فلوسة وأنا طفل يتيم. عندي فلوس. لو أنا كبير أجيب حدي شغال موظف. هيأخذ كامل الشهر. اللي هو أجري الاستثمار. عاد بشغلك. أجري الشغل اللي هو. هو أمبيا. إذا أنت وقف على ماله وتحرصوله في عام بتاعه. ما يمنعش. إنما لما أدي معنى الإدماج اليتيم في المجتمع. كده اليتيم بقى معك. عضو فعال. ودخلي بحضك. اللي بنعمله ده تأمين لأنفسنا نحن قبل أن يكون. اليتيم هذا إذا ترك كنبلة مقودة. بالضبط. ولكن فضلت الشيخ حاجة مهمة جدا. وسؤال بيطرح نفسه. وكسرين بيسألون الحقيقة من المشاهدين. ما هي كفالة اليتيم وما هي شروطها. نسمع دائما فلان يكفل يتيم. فلان هيكفل مجموعة من اليوتم. ما في دار مثلا من دور الأيتام. ولكن هناك شروط لكفالة اليتيم. ما هي هذه الشروط ومعنى الكفالة؟ الكفالة اللي أنت تغطيه الحد الأدنى من حاجاته الضرورية. أيها. في حدها الأدنى اللي إذا ما عملهوش نأثم جميعا. اسم فرضك على الأمة. الأمة كلها تأثم إذا لم توضف حاجات يتيم الضرورية. الذي دعانا إليه الإسلام أن نرتقي عن هذه الدرجة. ونطعمه مما نطعم. أيها. ونلبسه مما نلبس. وما يبقاش نودي لدار الأيتام الحاجة اللي ملاش لازمة عندنا. عارف حدك النبي عليه الصلاة والسلام قدم إليه ضب. ضب مشهور. ضب كده حيوان بري. لو شفته لو عندك طبع سليم تعافوا ما تأكلوش. فكان العرب بتأكله. فنبي السلام لم يحرم لهم أكله إلا أنه صلى الله عليه وآله وسلم. هو صاحب الطبع السليم ما رضيش يأكله. فالسيدة عائشة رضوان الله عليها. لما جالها الضب المشوي عرضته للنبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام مخدهوش صلى الله عليه وآله وسلم. فجاء فقير معدي. فقالت له خد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها إيه؟ قال لها أتطعمين. ما لا تأكلين. هل تصدق بالحاجة اللي مشهور؟ هذا معنى رفيع جدا. فالسيدة عائشة فهمت هذا المعنى جيدا. وبقيت تعملي بقى. الدراهم التي تتصدق بها تمسكها تضع عليها المسك والعطر. فسئلت في ذلك. فقالت إنها تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير. الله 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 الله. فاليتيم منش نشوف اللبس المقطع الخلاص اللي هو مهري. ونقول لها هنمعليش هوادي كده. يعني درايك لينو بتعوه. واليتيم يلبس وليه تقطع ويقول لك شوف الناس بيتك. يعني اللي بتقباله على نفسك وعلى بيتك بتقباله كمان على اليتيم. آه لن تنالوا البر حتى تنسقوا مما تحبوه. مما تحبوه. مش 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 تديهم الشل العرجاء. هذا المثل ينطبق على كل حاجة في الأكل في الشرب. ما يبقاش إحنا بنأكل في الفطر إيه وفي الغداء إيه وفي العشاء إيه. ونيجا عند اليتيم. نقول لا لا ما هو شوية فول كده. فضلت الشيخ حتى في الأطحية بيقدم أفضل شيء في الأطحية حتى للمحتاجين. ويقرى غير هذا. ويقرى غير هذا لأن ده. يا أخوانا ده 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 ده. الناس ده كلها باب السمم مفتح لها. معجزة الإسلام اقترب من كل المعايين فضلت الشيخ. اقترب فيها بممتها الرحمة وممتها التوضيح. ما تركش أي شيء إلا موضح. ولم يتركنا لمجرد أن إحنا طيب اليتيم ده لو كانت من مال اليتيم في عقوبة كذا وكذا لا. طيب نسيبه؟ لا ما تسيبهوه وما كان غنيا فليستعفف وما كان فقيرا فلاكل بالمعروف. وتشغله أمواله وتخلي بالك منها وترى إلي هي المجلس الحاسبي اللي احنا بنقول عليه بالله. وضعنا حط الفوز في البنك في وديع فت بالزبط. ولكن في النهاية عايزة أسأل حضرتك على أهمية دمج اليتيم في المجتمع بشكل صحيح. إنه إنسان طبيعي ما عندهش عقد ما عندهش مشاكل. ما شافش اللي حالك حكيت عنه قبل كده. إنه مجرد يوم بيجي فيه الواحد بيكون مقصر فبيقدي الواجب اللي عليه فأصبح حاسس بالفعل إنه يتيم. أهمية دمجه في المجتمع ليصبح واحد صالح أو مواطن صالح يؤدي ما عليه ويؤدي. هذا الدمج يكون إننا نتعامل معاه بشكل طبيعي. بشكل طبيعي يعني الولد لو أخطأ يؤدب. يؤدب أدب الوالد. يعني ما يقول شي حرام ده يتيم. لا يؤدب بس يؤدب أدب الوالد. يعني ده ابنك. أدب الوالد. شوف أنت بتعمل لو ابنك أخطأ. بتضربه انتقام ولا بتبصوله بصة وحشة. بتقوله أنا لا أنت زعران منك. أنت كده نوتي. عارف حواكك كلمة إيه. لو أساءنا إليهم وتجاوزنا حد في الضرب. حتى في تربية أولادنا نفسهم. عارف حواكك اللي بيربي بالنظرة غير اللي بيربي بالكلمة. لو بيربي بالنظرة هيكتفي بالنظرة. والولد ابنه هيكبر. هو بيتربى بالنظرة. خلي بالحظة الكلمة كده هو. أو كلمة عتب يسير. بالضبط. لو تجاوزنا هذا إلى الضرب. الولد هيتضرب. وقولك ما على أفوته لحد يموت. بالضبط. يعني فضلت شيخ الحقيقة وقتين ما ينفز. ولكن بنأكد على كلام حضائيك مرة تانية. أن الاهتمام باليتيم بيستمر على مدار السنة. وليس على مدار أو عليس مجرد 24 ساعة. تمينا بهم ولا 12 ساعة. باليتيم حي موضوع في منتهى الأهمية. نجعل هذا اليوم كشف حساب لعامل موضع وعامل قادم. بالضبط. لعامل خطة لعامل قادم إن شاء الله. بالضبط. فضلت شيخ خالد محمود حماية إمامه خطيب مسجد سلطان حسن. لنا أكيد العديد من اللقاءات واللقاءات. لنتحدث عن أهمية كفالة اليتيم ودور المجتمع في هذا الاتجاه. ودمج اليتيم في المجتمع ليصبح عضو صالح. شكراً لوجودك معنا نهاردة. مشاهدينا بالفعل لابد الاهتمام باليتيم على مدار السنة. وليس مجرد يوم واحد فقط لنشر أمان المقصرين ومن قد واجبنا. فقراتنا ما زالت مستمرة مشاهدينا. بنكمل معاك ولكن تابعونا ولكن بعد الفاصل.